أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعيدات مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر وعلى تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والذي يبلغ حاليا نحو 6 مليارات يورو وخلال اجتماع عقده مع رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة أولف هوفمان أكد مدبولي أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر والتي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عاما من جانبه أكد رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة أن قطاع السيارات يعد قطاعا وعدا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين مؤكدا أهمية دعم توطين صناعة السيارات وبما يمكن مصر من أن تصبح مركزا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة